كاملين أخبارنا والخبر القادم آخر الأخبار المحلية من اتحاد الجنبازي اللي برؤسل الأستاذ أو الدكتور إهاب أمين اللي قرر أنه ينظم اجتماع مفتوح لكل المهتمين برياضة الباركور عشان يبدأ يشرح لهم سياسة الاتحاد لهذا الفرع والدورات التدريبية والتحكمية عشان يبدأ يسقل ويعد الكوادر التدريبية والتحكمية وإسلوب التسجيل والقيد بالاتحاد وأيضا جدول ومعيد البطولات المحلية أيضا سياسة الاتحاد هتكون في المنتخب وتكوين المنتخب المصري للاعبي الباركور والذي سيمثل مصر في المحافل الدولية وبطولات كاس العالم القادمة والله هينظمها الاتحاد الدولي لللعبة الاجتماع يتحدد لي يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر في استاد القاهرة بمبنى الاتحادات الرياضية بمدينة نصر عارفين أن رياضة الباركور انتشرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة وتوجدها في كيان رسمي زي اتحاد الجنباز أكيد هيضيف لللعبة وينظم تواجدها وممارستها طبعا بنتمنى كل التوفيق للدكتور إهاب أمين رئيس اتحاد الجنباز وإن شاء الله رياضة الباركور تجني أيضا سمارها في مصر وتبدأ تنتشر بشكل جيد وتكون إضافة لرياضة الجنباز ترجمة نانسي قنقر